اشتركوا في القناة اقول لعلك تفهم ان في الامة الاسلامية طائفتين متطرفتين الخوارج والمرجع فالخوارج يقولون لا ينفع مع المعصي الامام ويكفرون كل فاعرك والمرجع يقول لا ينفع لا يضرم على المعصي ويجعلون في القصح المعصية مؤمنا كاملا وهكذا في زمانك الان فيه من من جذبته المرجع وتوسع فيها في التساعد في الحكم على الناس وفيه من نزع نزع الخوارج وصار يكفر في كل دن والواجب على اقتصاف التكتير على ما جاء ترسلنا لأن الحكم بالتكتير من جونة الأحكام التي تلقى التي تتلقى من عند الله فكما أنه لا يحذر لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل فلا يجب أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل الله أن يكون كافرا لأنه قد يكون معذورا قد يشتبه عليه الحب قد يكون مضطرا اتكب هذا هذا الضرور فنصدد حتى نتبين على هذا المرقب فإذا تبيننا حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرى ألا ما يصل ذو الكفر كفرناه نعم هل يمكن بعض الأخر ما هو المتطرف من هذا أو من هذا ينكر وقال اكتق الله في عباد الله لا تكفر من نكفره الله عز وجل ولا ترجي من نمرجيه الله هذا الكتاب والسلام لا نمشى علي